احلى غدوة من غير لا لحمة ولا فراخ ولا سمك وكمان تنفع لأكلات العيد كل اللي احنا محتاجينه اول حاجة بصلة متوسطة الحجم وعليها 3 معالق من صلصة هاينز وبعد كده يا جماعة هنضيف على كل معلقة من صلصة هاينز نص كبية من المية هنحمر البصل يا جماعة وبعد كده هنبدأ ان احنا نضيف الصلصة والمية لغاية ما نوصل للقوام اللي حضراتكم شايفينه ده للصلصة طبعا اكيد كلنا عارفين الصلصة زي بتعمل فان اختصرت الوقت علشان الفيديو مبقاش طويل عليكم بعد كده يا جماعة هنبدأ نجيب اي نوع مكارونا عندنا واللي يكون نوع لمتنا هنحتاج بالزبط كبية ونص من المكارونا انا ممكن استخدمت النهاردة مكارونا صغيرة اللي هي الخواتم الصغيرة علشان الوصفة تبقى لذيزة كده عايز اقول لكم جميلة جدا وريحتها تحفة جدا جدا وزيما حضراتكم شايفين يا جماعة كده ده كان كبية ونص من المكارونا ساكتين لي يا جماعة صلوا علي النبي وما تنسوش تدوسوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل ما هو جديد كده اول طبق يا جماعة حاطينا فيه كبية ونص من المكارونا وتاني طبق حاطينا فيه كبية من الصلصة وبعد كده نحتاج يا جماعة نص كبية من البسلة بالجزر ولو عندنا فصولة ممكن نظيف عندنا بطاطس ممكن نظيف عندنا كوسة ممكن نظيف عايزين يا جماعة نعمل كده خضار التورل الجميل زي ما حضراتكم شايفين وعلي كده ضفت شوية كده من الكوسة يعني بمعنى اصح كده كبية من الخضار بعد كده بقى عندنا شريح من اللحمة عندنا سجوء عندنا كبدة اي حاجة انتو حبينها عندنا شاورمة فراخ اي حاجة انتو حبينها عندنا لانشون اي حاجة انتو حبين تضفوها مفيش مشكلة بعد كده هنقطعها كويس جدا السجوء انا هستخدم سجوء وهنحتاج معلقة كبيرة من الجبنة المزاريلا محتاجين نحس طعم الجبنة في وجبة دي هتبقى حلوة جدا وكمان بقى المطة والحلاوة والحطة والبطة وبعد كده يا جماعة نبدأ بقى نحط البهرب بتاعتني على الجبن عادي معلقة لربع صغيرة من الملح ربع معلقة صغيرة من الفلفل الاسود معلقة من الشطة حسب الرغبة ننص معلقة صغيرة من البابريكا لو موجودة ومعلقة صغيرة من البصل بودر ومعلقة صغيرة من الطوم البودر ممكن نخليهم نص معلقة ونص معلقة بعد كده بقى جماعة نجيب الكيس الحراري اللي عندنا ونبدأ نضيف فيه زي ما حضراتكم شايفين اول حاجة الماكرونة وبعد كده بقى الجبنة والبهارات والخضار بتاعنا والسلسة ونركز يا جماعة مع بعض كويس جدا في طريقة التسوية عشان الطعم تحفة جدا وزي ما حضراتكم شايفين كده احنا اضيفنا كل المكونات في الكيس الحراري الكيس الحراري ده انا شاريه بجنيه الكيس من اولاد الوسيم ماركت لو حابين اقولكم عن النوع اكتبوا لي في التعليقات بعد كده يا جماعة بقى هجيب نص كوبية من المياه زي ما حضراتكم شايفين انا حطيتها في نفس الطبع اللي كان فيه السلسة ونبدأ بقى نضيفه للكيس بالشكل اللي انتو شايفينه دوت عايز اقولكم يا جماعة وجبة غدا حلوة وسريعة وتكفي من الحبايب الف وعايز اقولكم الطعم حلو وكمان الشكل النهائي هيعجبكم جدا بعد كده يا جماعة نسيب كده جزء بسيط من الهوى بس علشان يتنفس ولازم نقلب المكونات كويس جدا عايزين يا جماعة سلسة توصل لكل المكارونة اللي موجودة ولازم تغطيها عشان تستوي بعد كده بقى يا جماعة نجيب القفل اللي هو بتاع الكيس بيجي مع الكيس ونبدأ القفل الكيس كويس جدا نركز يا جماعة في طريقة التسوية وعايز اقولكم دي احلى وجبة غدا ممكن تكلوها في حياتكم ومش هتكمل معاك وخالص اي خمس دقف التحضير بعد كده بقى يا جماعة نجيب اي صنية عندنا ونبدأ نحط الكيس بالشكل دوت وبعدين هنشغل الفرن على درجة حرارة 150 لمدة نص ساعة وزي ما حضراتكم شايفين المكارونة استاوت وكمان السجوء استاوى والخضار استاوى وعايز اقول لكم من اجمل واحلى الوصفات اللي انا عملتها بصراحة وصفة جديدة تنفع غدا وعاشا من غير بقى لا سمك ولا فريخ ولا لحمة وتنفع كمان من ضمن اكلات العيد ممكن نفطر بها او نتعشى بيها وزي ما انتو شايفين يا جماعة المكارونة استاوت زي ما انتو شايفين حلوة جدا وكمان ممكن بقى للناس اللي بتحب المزاج العالي ممكن تروش رشة بسيطة من المايونيز اشوفكم على خير في فيديو جديد كان معكم اشرف اتمنى تقدروا مجودنا دوصوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل الجراز على الكل علشان يوصلكم كل ما هو جديد وكل سنة وحضراتكم طيبين شوفوا فيديوهاتنا القديمة والجديدة هتعجبكم ان شاء الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة